أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي دعم الجمهورية اليمنية لموقف جمهورية مصر العربية المشرف من الغضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها وتهجير شعبها المناضل من أجل إقامة دولته الوطنية كاملة السيادة وأشاد الرئيس العليمي لدى استقباله سفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق بالجهود المصرية التي قادت إلى هدنة إنسانية موقتة لتبادل المحتجزين معريبا عن مليه في أن تفضي هذه المساعي المشتركة مع الاشقاء في دولة قطر الشقيقة إلى حل شامل ومستدام تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وبحث اللقاء العلاقات الثرائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات كما تطرق للمساهمات اليمنية قيادة وحكومة وشعب من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني وخيارات نقل المساعدات الإنسانية اليمنية بالتنسيغ مع السلطات المصرية